اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسعادت السيد علي الماجد الأمين العام للجنة البرلمبية وعدد من كبار المسؤولين والحضور اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالانجاز الذي حققته المنتخبات الوطنية بعد حصول بعثة مملكة البحرين على 36 ميدالية ملونة بينها 10 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و19 ميدالية برونزية اكد سمو ان هذا الانجاز يعد عكاسا لما تحظى به الحركة الرياضية بشكل عام والحركة البرلمبية بصورة خاصة من رعاية فائقة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعا ومسالدة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبارك سموه للجنة البرلمبية برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعجة الخليفة تحقيق هذا الانجاز المشرف والذي يعد امتدادا لما حققه أبطالنا على كافة الأصعدة والمستويات ليأتي هذا الانجاز ليؤكد من جديد مدى الجاهزية والقدرة التي يتمتع بها رياضيون على مستوى غرب آسيا نوه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بما قدمه اللاعبون واللاعبات من مستويات متميزة ليحسدوا 36 ميدالية ملونة ويشرف الوطن بهذا الاستحاق شبه القري ويؤكد علوى كعبهم مؤكدا سموه على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية اللازمة لتعزيز مسيرة الحركة البرلمبية البحرينية وحظ المزيد من الإنجازات المشرفة لمملكتنا الغالية